طبعا ده مش مستغرب من السيد الرئيس على مدار السنوات الماضية وآخرة كان الفتاة أسوان عروسة أسوان دايما شفنا هدايا الرئيس للمواطنين اللي بيقابلهم واستماع الرئيس لشكاوى المواطنين والتلبية الفورية للمواطنين والاستجابة لطلباتهم ومطالبهم بشكل عام سواء في هذه الحالة هذا الرجل وهذه الأسرة أو حتى في سيدة فتاة أسوان أو حتى في كل الحالات اللي قابلهم السيد الرئيس في جوالاته اللي بتكون جوالات متفرقة وفي محافظات مختلفة نتذكر كلنا فتاة اسكندرية نتذكر أيضا فتاة تروسيكلو نتذكر العديد من الحالات اللي استجاب لها سيدة الرئيس وصدفهم حتى في رئاسة الجمهورية صحيح لأن الرئيس الإنسان دي فعلا مش غريبة ومش جديدة عليه وده طول الوقت الحقيقة بيدي كمان أمل للناس أنه إيه ده أنا بجد ممكن أبقى ماشي مرة كده أو وقف حتى على عربية الفول بتاعتي أو ماشي في الشارع ورايح بشوار في شغلي وعرف أن الرئيس ما عدي فأحاول أكلمه فيسمعني فأقوله المشكلة اللي عندي فربنا يكرم ويجعله سبب النهاية تتحل آه ده ممكن يحصل وده بيحصل بالفعل وحصل في نماذج كتير جدا على مدار السنوات اللي فاتت فشكرا لك سيدة الرئيس أن أنت بتجبر بخواطر المصريين ويا رب دايما تكون سبب في جبر الخواطر أحيانا يا همام لما بتشوف يعني فرحة الشاب ده وهو بيستلم العربية الجديدة ومطلبه يعني تم استجابته أحيانا مش دايما الفرحة بينتج عنها بكاء أحيانا بتبقى المشاعر والحس الإنساني الصادق من جوه وفرحتك كده من جوه أن أنت أحمدك يا رب أنه ده حصل دي دي يمكن بتعبر قوي قوي حتى بالمشاعر كلها بتقدر تعبر وبتوصل طبعا جدا أي كلام أي حديث طلع من القلب لازم يوصل للقلب أنت استخدمتي لفظه ووصفه ومصطلح جبر الخواطر وهو أظن هو المصطلح المناسب في هذه الحالات الاستجابة الفورية من الرئيس عفتاح السيسي لهذه الحالات الإنسانية دلالة استجابة الرئيس السيسي ليست فقط في هذا الموقف لكن أيضا ده بيدل على أن مؤسسات الدولة كل مؤسسات الدولة بتعمل لصالح المواطن بشكل مباشر سواء في صورة هدايا من قبل الرئيس أو حتى في صورة مشروعات قومية أو في صورة قرارات لتصحيح الوضع الاقتصادي لتوفير فرص عمل كل ذلك طبعا بيصب في مصلحة المواطن إن كنا نشيد بهذا السلوك وهذه الممارسة من قبل مؤسسات الدولة لأشخاص بعينهم لكن في المقابل لابد أن نذكر كل المشروعات التي تتبنى أو تتبنى من قبل الدولة وتنفذها الدولة هي في النهاية هي مصلحة كل مواطن وكل فرد في مصر يعني كل واحد فينا كده أو كتير قوي مننا لما بليجي ندعي مثلا ربنا سبحانه وتعالى بنقول اللهم جعلني سبب في جبر الخواطر وقضاء حوائج الناس فلما ربنا يكرمنا أنه يبقى عندنا رئيس إنسان وربنا جعل وجابر للخواطر دي نعمة كبيرة جدا شكرا سيادة الرئيس شكرا أن أنت على قد ما ربنا سبحانه وتعالى بيقدرك وبيجعلك سبب بتجبر خواطر الناس وبتدينا أمل وإن شاء الله يا رب يا رب دايما دايما اللي جاي أحسن بكتير كمان إن شاء الله